اشتركوا في القناة في منزلة البلدة الساعة 9.18 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش من مساء يوم الجمعة رح ينتقل القمر ويصير في برج الجدي زي ما ذكرنا يوم أمس وطبعا في عنا خلو مسار القمر الآن موجود في منزلة البلدة وهي منزلة للثبات والربح والسلامة ورح يظل القمر موجود في هذه المنزلة لغاية الساعة 9.18 دقيقة من مساء يوم الجمعة لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة ساعة الذابح وهي للعلاج والفراق والخلاص أو الحرية طبعا القمر الآن موعد بث الحلقة له ساعة 2 بتوقيت جرينتش من مساء يوم الجمعة من بث الحلقة القمر ما زال موجود في برج القوس طبعا في عنا زاوية اللي هي زاوية القمر والمشتري الساعة 7.21 دقيقة مساء من مساء يوم الجمعة هاي تأثيرات لغاية صباح يوم السبت يجب توخي الحذر ممن يحاول استغلال طيبتنا وكرمنا بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار ساعة 7.21 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش ورح يستمر حتى تمام الساعة 9.17 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش لا يستقر القمر بعدها في برج الجدي هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار القمر الساعة 9.17 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش بصير استقر في برج الجدي عشان هيك رح نحكي توقعاتنا على أنه القمر انتقل لبرج الجدي طبعا تاثيرات القمر لما بصير في برج الجدي على كافة الأبراج أنه في هاي الفترة منعود لطبيعتنا الجادة منحاول إنجاز عمل متراكم نجد أنه الأمور ما بتصير معنا بسهولة بيمكن تسيطر علينا روح التشاؤم أو على البعض منه علينا الإجتهاد أكثر بوسعنا الشروع بعمل جديد أو شراء تحفي أثرية أو البدء بحمية أو شراء بوليس التأمين أو عقد تأمين أو مراجعة شركات التأمين أما بالنسبة للزوايا البطيئة فطبعا عندنا أول زاوية هي زاوية تثليث إيجابية بين المريخ وبين زحل وحكينا أن هذه تأثيراتها لغاية يوم 4-12 تمنحنا وضوح كبير في أمورنا وتسمح لنا بالتغلب على العقبات وتجاوزها في عملنا ومشاريعنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين عطارد وبين الزهرة وهي تأثيرات لغاية 28-11 هذه الزاوية بتعزز المواهب الفنية والأدبية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع السلبية اللي بين المريخ وبين نبتون وهي تأثيراتها طبعا لليوم آخر يوم لتأثيراتها فبينتابنا شعور بالتشتت وعدم التركيز وبتزداد حالات التسمم الغدائي ممكن نتعامل مع بعض الأشخاص ونكتشف لاحقا أنهم بيكذبوا علينا بدهم يحذروا الأشخاص اللي بيتناولوا الأدوي لأنهم ممكن يتناولوا أدوي بطريقة خاطئة وبالدل على اضطرابات سياسية في بلد ما بسبب ازدياد نفوذ الجيش أو ازدياد شعبية بعض الجماعات الدينية المتطرفة ممكن تشهد هاي الفترة بعض الحوادث الطبيعية كالفيضانات أو غرق بعض السفن أو ناقلات البترول أو حرائق أو اضرابات في قطاع الصناعة والصحة بعد هاي الزاوية في زاوية عنا اللي هي زاوية التسديس المنفصل الإيجابي اللي بين المشتري وبين بلوتو وهاي طبعا تأثيراتها لغاية يوم 16-12 بتزيد من نمو الأموال والأملاك وبتزيد من كرمنا ولكن ممكن تسبب لنا الإحساس بالكآبة والميل من الإعجاب بالذات أما بالنسبة للزاوية الوحيدة اللي اليوم رح تتشكل مع القمر هي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين أورانوس وهاي تأثيراتها بتبدأ من ساعات الظهر ولغاية ساعات صباح يوم الأحد ذروتها الساعة 11-33 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع تجاه البعض كذلك بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم عندنا الركبتين والمفاصل العمود الفقري عضلات العمود الفقري والردفة والعظام الأسنان الأوتار الأربطة الجلد والشعر والطحال وجهاز التوازن طبعا هاي الأعضاء ما بيصير أن نعمل لها أي عمليات اليوم وخصوصا الأمور اللي إلها علاقة بالتجميل لا تصلح عمليات التجميل اللي إلها علاقة بالجلد فبتكونوا ديروا بالكم من هاي النقطة وبرضو الأسنان والأمور اللي إلها علاقة بالشعر نفس الشيء طبعا هذا اليوم زي ما حكينا غير مناسب لعمليات التجميل لا الحق ولا الجراحة ولا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكن بدل الصبغ الحنة الصبغ الكيميائي لا ولا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح يكون موجود في برج الجدي خلو المسار القادم رح يكون يوم الأحد 27-11 بيبدأ في تمام الساعة 18 دقائق مساء بتوقيت جرينتش وبيستمر حتى تمام الساعة 10 أو 6 دقائق مساء بتوقيت جرينتش لا يستقر القمر بعدها في برج الدلوف أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر طبعا الهلال الجديد عمره 3 أيام في تمام الساعة 7 و32 دقيقة صباحا بيصير عمره 4 أيام نسبة الإضاءة بتصير 15% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في القوس حتى يوم 21-12 والآن سعيد بنسبة 100% في ساعات الظهر بيصير سعيد بنسبة 85% القمر في القوس بده ينتقل للجديد طبعا رح يظل في برج الجديد لغاية يوم 27-11 هو الآن منتحس بنسبة 10% في ساعات الصباح بيصير سعيد بنسبة 45% عطارد في القوس حتى يوم 6-12 هو الآن سعيد بنسبة 30% في ساعات منتصف الليل اللي هو الجمعة على السبت بيصير سعيد بنسبة 45% في ساعات مساء اليوم السبت بيصير سعيد بنسبة 15% الزهرة في القوس حتى يوم 10-12 منتحس بنسبة 10% المريخ في الجوزاء بيتراجع حتى يوم 12-1 منتحس بنسبة 10% المشتري في الحوت طبعا لغاية 20-12 منتحس بنسبة 15% وزحل في الدلو حتى يوم 7-3 منتحس بنسبة 10% ورنس في الثورة بيتراجع حتى يوم 22-1 منتحس بنسبة 10% ونبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 14-12 منتحس بنسبة 10% وبلوتوف الجدي حتى يوم 23-23 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا بتتركز جهودكم نحو العمل والعلاقة مع المسؤولين خلال هذا اليوم ووسعكم إثبات جدارتكم والمحافظة على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل ما بينفعكم العناد ولا التحدي حتى لو اشتدت الضغوط عليكم حاولوا أنكم تبرروا عملكم يظهروا مهاراتكم ممكن تكون الظروف معقدة أو صعبة ولكن أنت برضو طباعك شوي اليوم متشتتة في عندك نوع من العصبية والغضب والاضطراب برج الثور بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات البعيدة وبتزداد رغبتكم اليوم في التقرب من أحباك ومتعزيز العلاقة معهم أهم شيء أنك ما تجعل أي شيء يحبطك لأن التطورات غنية بالفرص المناسبة بتنحسر حواصف الأيام الأخيرة وبترتفع المعنويات وبتطمئن خواطرك نسبيا تعتبر فترة مناسبة للسفر ولوارشات العمل برج الجوزة بتعيد وتنظيم أموركم المالية والفرصة متاحة لمكسب يجي من شراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية أهم شيء أنك ما تتشبث بمواقفك المتصلبة بل تكون مرن مبتسم ناقش بليونة ودبلوماسية بتكلم وعبر عن آراءك بجراءة وثقة وعن سابق معرفة ابدأ يومك بروح رياضية برج السرطان بينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم سواء في العمل أو العاطفة ويعتبر هذا يوم مناسب للقيام بعمل مشترك الأجواء ممكن تكون شوي متوترة فبدأك تركز بشكل جيد وما ترتجل الأجواء ضاغطة نسبيا والمسهوليات كبيرة أهم شيء أنك تهدئ من روعك وما تنفعل برج الأسد بيبدأ العمل بالتراكم لديكم من الآن فعشان هيك رغم هيك أنتوا عندكم قدرة على إنجاز قسم كبير من أعمالكم أهم شيء أنه ما تهملوا صحتكم تعتبر هاي فترة عمل جيدة فحاول أنك تكون أكثر انضباط وتنظيم ممكن تنشغل بأمور صحية أو رياضية حافظ على استقرار وضعك الصحي ممكن تقلق بشأن أحد المعاونين أو زملائك بالعمل أو أحد الأصدقاء وممكن يكون عندك عمل جديد برج العذرة ابتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم ويعتبر هذا يوم مناسب لنشاط فني وتعتبر هاي الفترة شوي بتحملك أجواء مميزة أجواء سحرية ومفاجئة وسعيدة بتكون نظرتك للحياة متفائلة ممكن تندمع تصرفاتك الأخيرة وتحاول ترتيب بعض الأمور تعتبر هاي فترة بناءة وإيجابية برج الميزان بتفضلوا التركيز حول شؤونكم البيتية والعائلية وبوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم بتبدو مضطرب ومرهف الحس بعض الشيء ممكن تشعر بالارتباك أو تغضب بسرعة اتجنب الخصام والجدال كليا ومن المحبذ عدم إلقاء اللوم على الأحبة في خلال هذا اليوم في أعمال وإنشغالات منزلية برج العقرب بتكثر عندكم الاتصالات والتناقلات خلال هذا اليوم ويعتبر هذا يوم مناسب لإجراء امتحان أو إجراء مقابلة وبتتمتعوا بسرعة بديهة وخاطر وباستطاعتكم مناقشة الأمور الصعبة وطرح أفكار جديدة ممكن تحصلوا على فرصة جيدة بتبرروا من خلالها مشاعركم وتبرروا مواقفكم وبتنشطوا التنقلات والاتصالات برج القوس تم فرصة لمكسب مالي بيجي من عمل إضافي ومنكم أشخاص اليوم ممكن يحصلوا على هدية أو جائزة ممكن تحتاج لمساعدة جهة ما أهم شيء أنك ما تتكبر الكواكب تقريبا بتعمل لصالحك خلال هذا اليوم وبتسهل حياتك أهم شيء أنك ما تسمح لأي شخص بأنه يغشك وبدك تكون حريص على أموالك وممتلكاتك وتعزز وضعك المالي برج الجديد بتبدو اليوم فترة إيجابية بتعيد لكم نشاطكم المفقود وبوسعكم السيطرة على زمام الأمور حاولوا أنك تجدوا أي شيء اليوم جديد أو تبحثوا عن أمور مميزة بتعيش فترة واعدة من الأفراح والنجاحات وتعتبر هاي الفترة من أسرع فترات الشهر بتقدر تدخل التنويع لحياتك الشخصية وبرضو الفترة هاي فيها انفراج وتسوية برج الدلو بتشعروا بالتعاب بنال منكم وبتفقدوا رغبتكم في مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها حاولوا أنك تخلدوا للراحة وتعتبر هاي فترة محبطة وفارغة تماما من أي خبر أو حسم حاولوا إنهاء الشهر بسلام أو برضو ممكن تكون بعض الضغوطات والعراقيل واللي انتحنات خلال هذا اليوم الصعبة اللي ممكن تخسر من خلالها صفقة تجارية أو تحزن لخبر أهم شيء ما فيه داعي للتسرع وإعمل بشكل روتيني برج الحوت بتنشطوا اجتماعياً وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم أشخاص اليوم ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة بتميلوا للتواصل مع الآخرين وممكن تنجحوا في حج تأييد أو دعم لقضيتكم بتتحمس للقاء الناس والتعارف ممكن تسافر أو تنضم لجمعية أو تهتم لشؤون أقارب الشريك الأجواء تقريباً نقدر نحيي فيها إيجابية قوية لإلك بتساعدك في كثير من الأمور هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر